السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال حبيبنا طبعا الناس بقى اللي متابعة معنا موضوع الأبحاث وعايزة تعرف مواصفات الأبحاث المطلوبة إيه وطبعا ده بالنسبة لسنة ستة والعدادي وتانية عدادي وتانية سنوي وتانية سنوي أول حاجة البحث لا يقل عن عشر صفحات تكتب البحث بصيغة الورد تمام كده على الكمبيوتر وممكن تكتبه بخط إيديك لا يقل عدد المشتركين في البحث عن ثلاث طلاب وما يزيدش عن خمسة يعني سيادتك أو سيادتك البحث يكون من ثلاثة لخمس طلاب لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمس طلاب يسجل أسماء الطلبة المشتركين في البحث يعني سيادتك أنت وزميلك أو أنت وزميلاتك تكتبوا أساميكو على البحث يراعى أن تكون هناك مقدمة وانهاية بأسلوب الطالب ومن خلال أفكار يعني سيادتك بتكتب كده مقدمة جميلة من عندك وبرضو في نهاية البحث ما تنساش تكتب النهاية يراعى عند كتابة البحث طبعا تكتب عنوان البحث فهرس البحث مقدمة البحث أهداف البحث موضوع البحث تدعيم البحث بالصور والتوصيات اللي حضرتك بتقولها في البحث وخاتمة البحث وكمان المصادر والمراجع اللي انت جبت منها هذا البحث يراعى عدم تطابق الأبحاث وإلا سيتم استبعاد الأبحاث المطابقة ويعتبر الطلاب المشاركين فيه راسبون يعني سيادتك المفترض بتعمل بحث من عند حضرتك الحاجة التانية سيادتك ما ينفعش أن انت تاخد بحث وتكتبه زي ما هو لازم تغير فيه ويكون اسلوبك واضح في هذا البحث وإلا الطلبة طبعا المشاركين في هذا البحث سوف يعتبرون راسبون فخلي بالك من الموضوع ده طبعا بقى دي حاجة الإدارة يروع كافة موضوعات البحث لكل مرحلة داخل الفصل الواحد فمبدئيا كده سيادتك البحث مقلش على عشر صفحات تكتبوا أساميكو على البحث من بره التلات طلاب أو الأربعة أو الخمسة تمام كده ويكون في ترتيب للأفكار يكون فيه عنوان البحث فهرس للبحث وهكذا وتكتب المراجع في الآخر وطبعا تكون المقدمة من إنشاء حضرتك عشان يتأكدوا إن سيادتك طبعا كاتب البحث أنت وزميلك بنفسكم احنا ان شاء الله يا شباب على القناة هنجبلك بعض الأبحاث اللي ممكن من خلالها تستفيد منها تاخد منها تغير فيها إن شاء الله تبعونا هتلاقوا كل جديد على القناة كان معكم مستر أحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته